السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسهيكم يا حبيبي اعملين اي يا رب تكونوا بخير بسم الله وسهل الله وسهل الله سيدة محمد علي وصحبه وسلم نهاردة جرانكم الفيديو دي من دقاتكم ايضا بالنف الدنيا وهلفي فينا النهاردة بإذن الله هناخد جولة من سموحها والحد حضر مصر ياريت ما ننساشوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على كل عشو ينصلوكم لجزيد ووكتو بي تحت توكامد حبيتو الفيديو ويأكتر بزيادتو تحبوها وبينفي تجدها عن اي تاني بس كده ويلا بنبدأ الفيديو بتاعنا احنا حاليا دلوقتي في سموحها في الشارع علينا ابي طالب نسبة للمسجد اللي موجود في الشارع ده بإذن الله نعرضه هنعدي اماكن جديدة هنعدي على منطقة وبور المية نعدي على وكالة الحضرة طبعا كل ده احنا لسه مازلنا في سموحها ولكن يعني بإذن الله الحاجات دي هنشوفها مع بعض في الفيديو المناطق دي مش من مناطق اللي الايد والرجلة عليها يعني بصراحة مش بزورها كتير او يعني عارفة بس المناطق العامة فيها احنا كده حاليا في عزبة سعد والتنيات اللي عندنا عليها دي هي اللي بيتودي من المنطقة وترجع تاني على سموحها ولو دخلنا شمال بقى كده هيكون عدقة الحيوان وانطونيادس عدقة الحيوان بتبقى الاول وانطونيادس قدامها بعدها بشويتين تراتة اما اما بالنسبة التنيات اللي شفناها فهي اما بتروح سيدي جابر اما في منها بيروح سموحة يعني في دي بيروح الاتنين حنبطلنا كمانين كده باذن الله وهنقابل في طريقنا المدينة الجامعية عايز اقول لكم ان طريق البحر دلوقتي بقى حاجة صعبة على الاخر سواء في المواصلات سواء على الشواطئ في كل مكان دلوقتي بقى زحمة في اسكندرية يعني خاصة بالساحل او الكورنيش من برة سمعنا طبعا الفترة اللي فاتت عن احداث كتيرة جدا حصلت حاجات في اسكندرية حاجات في مستوى العالم كله حالات الغرق اللي حصلت في العجمي في الهنوفيل وموضوع الزلازل او الزلزل ده اللي كان من يومين ثلاثة واللي نتج عنه ظهور كارة جديدة زي ما بيقولوا او جزيرة جديدة زي ما احنا شايفين قدامنا كده بصابة انحصار المية طبعا حاجة زي كده مش هتحصل بسبب يوم ولا اثنين ده هتحصل بسبب ملايين السنين وصفاقة احتكتونية بقى وحاجات كبيرة كده في الجيولوجيا نهاية الكلام المواضيع يعني ان كده شكلها الله اعلم الدني قربت تشطب وتخلص والايامة قربت تقوم ده المعهد قدامنا المعهد العالي للإعلام في الاسكندرية وطبعا ده يخلينا اكتر ان احنا نخلي بالنا بقى من تصرفاتنا ومن عميلنا دلوقت اي حد محتاج يعمل حاجة كويس او خير ما يستنيش عشان محدش يعرف بكرة في ايه وهل اصلا الانسان هيكون موجود بكرة ولا لا هو يعمل اخرته بنفسه ويعمل اللي عليه قدام ربنا ما يستنيش مثلا اه لو حصل حاجة وراء اهل وراعي مثلا هيعملوا مثلا حاجات الصدقة الجارية والكلام ده كله ما يستنيش عملوه يبقى زيادة الخير خيرين وخيره وبركة وكل حاجة تمام ما عملوش يبقى هو اعمال اللي عليه بردو وفي حديث بقى لازم نفتكره كلنا علشان هيهون علينا كتير جدا لو ركزنا فيه وتعلمنا منه اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يا همه الا كفر بيه من سيئاته يا واحد تخيل كده حتى الشوكة اللي بتشكها تزيب تكفر عن سيئاته فازي حاجة حلوة والحديث التاني بردو اللي بيقولك رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس زيكا لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له يعني ما شاء الله في كلتا الحالتين اللي يركز كده يلاقي ان سواء هو كان في نعمة وكان في حياة حلوة وجميلة فشكر فده خير وسواب وتكفير عن سيئاته ولو كان في اي ازمات او اي حاجة وصبر واحتسب عند ربنا وما جزعش يعني ما قالش الكلام مش لازم يقوله فان شاء الله برضو يكفر عن سيئاته كده من شايف المزه وبعدها العدور والمية طبعا منطقة ضيغة نعمة التعريف الوكالة الوكالة هنا بقى اصل كل حاجة الناس بييجوا هنا من كل مكان علشان يشتروا الحاجات الفكهة والخضار بالجملة والمزادات والكلام ده كله علشان بقى يعني ربنا يكرمهم ويسترزقوا ويبيعوا ويروحوا مثلا اللي بياخد مثلا يبيع على قيمة شارع واللي بياخد ويحطوا في السوق وكده يعني او اللي عنده محلات بقى بتطلع له عربيات طبعا علشان توديه الخضار وفيه ناس بقى بتشتري برضو البيت يعني واحد يحتاج اخاصين فماطم مثلا ياخدهم ويعدي عشان في البيت بقى يعملوهم بقى يكيسوهم ويعملوهم الفريزر وكده وخاصة بقى لا يحبازة لو كان ده بيت عيلة فطبعا يعني ده الاقل واجب هيكون بيحصل فيه هنعدي على جزارة دلوقتي برضو اللحمة موجودة عندهم ب370 ده طبعا بالنسبة للضاني اما الشنبري فبيكون ب320 وفي الفترة دي بقى بالذات على واجه التحديد في الصيف الناس كلها تبصت لايه وتشتري تين شوكي وكله بقى عمال يبيع بقى تين شوكي في الشوارع طبعا الموسم بتاعه دلوقتي فالناس بقى كلها فبتصدق تاكله وكمان سعره يعني فالناس بتقدر نيه تشتريه وتبيعه وكلام من ده بالنسبة بقى للناس الناوية ان شاء الله تيجي تصيف اسكندرية ان شاء الله تيجوا تنوره وان شاء الله يبقى مصير صعيد وجميل من اكتر الاماكن او الشاطئ اللي ممكن ما تبقاش ضحمة قوي يعني وتقدروا ان انتوا تقعدوا فيها كويس ابو اير او بحري او الشطبي لو الشطئ الوحيد للشطئ السلسلة اللي هناك او بقى العجمي كلها بطاش وهنوفيل وابو 3 وكله 21 وكل الكلام ده كله برضو حلو جدا بس طبعا العجمي امواجها بتكون عالية معظم الوقت فاللي رايحين اسرة وبعيال وكلام من ده وعاوزين بقى انهما ينزلوا البحر وكده في حاولوا ينزلوا في اي حدة تانية في اسكندرية بيكون فيها مصادات زي ابو اير او اماكن تانية اللي هو المنظرة والعصفة بس دول بيكونوا زحمة ولكن حلوين جدا وخصوصا بقى لو حاجة هتكون مثلا غالية شوية كوات مسلحة او كده فدي بتكون برضو اهدى واهدى ميبقاش فيها ناس كتير زي الشاطئ التامية اما بقى لو نوين تنزلوا العجمي فانتم مش فارق معاكم البحر قوي وان انتم هتقعدوا بس وتغيروا جوه والمصيف وبتاعه وتبقى الشطي كده على الخفيف يعني طبعا الجو بليل في اسكندرية بيبقى الحمد الله حلو بيبقى فيه تراوة وبيبقى الدنيا احلى فترة نزول هي من العصاري كده بعد العصر ولحد العشاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة